فريق بحث مصري يعني يعني بيرقصه الباحث طرق حسان اللي هو عالم صخور وحفريات اكتشفوا سر التحنيط سر التحنيط اللي محدش في العالم ادري وصد سر الفراعنة في التحنيط وهم نبات موجود في مصر حاليا من قيم الفراعنة فاكتشفوا ان هذا النبات بيمتص المياه من الخلية الحية والغريب اللي اللي بيشد المياه منها وتبقى الخلية ويبقى النسل بدون اي عفن بدون ان تحدث اي مشاكل خالص وهو ده السر التحنيط اللي العالم كله لغاية اللحظة دي مش عارفينه ده اللي عمله طرق الباحث طرق حسان الحقيقة تكتير المهم ده اعدوا زامير وتصوير الأستاذ رأفة الكاشف واخرار الأستاذ محمد تعالوا نشوف الروز الاولاني البحث ده ايه وحيفدنا فيه تعالوا نشوف بس الروز الاول موسيقى تبرونا زي نبي بيقول آية مش ملزمين بتفسير طريق بحثي خاص بيطرح رؤية مفهوم جديد مش موجود ما كانش موجود حتى وصولنا لهذه اللحظة انت بتسألني هتوعد دي هتوعد خمسة الاف سنة وليكن بالتحنيط حياة يا مصري هل الصدفة وحدها قادرة على الدفع بنا نحو الاكتشاف أسئلة محيرة فجرها طارق حسان عالم الصخور والحفري فرقصنا عندما قال اكتشفت سر التحنيط عند الفرعنة بالصدفة كان صدفة بنشتغل معلقة تركيبة معينة كده بنعليك فيها حاجات معينة عندنا صحيح في يوم الصبحية لقى فيه سلصار متخشب ونحن نجرينا على المنتج معينة لقى متخشب خالص فاتصل بي لما جاء بني لقى الموضوع غريب مسك السلصار بيديه لقى يحتيارك محمد بالتفصيل لقى مقصر فيه فعاد التجربة تانية لاحظ من هنا ان فيه حاجة حصلت في النباتات والبتلات اللي بشتغل معها كانيها تأثير عليه دي داية الكشف الفعلي نعتقد ان المادة دي هي المادة اللي اخفل عنها او اخفيت عنها البحوث في كشفها او في تعاملها مع فيك التحنيط الاجداد من المصرين القدومة اللي يدعم الاعتقاد ده ويأكده ان بعد الصور مش هقول هي ايه موجودة فيها على المعابد لكي تغير الرجل اللي بيحنت اللي هو بيقوم بعملية التحنيط نفسه اللي هو الكاهن الكبير اللي هو بعملية التحنيط بتظهر وان فيه مساعدين دي بيقدمونه نوع معاية من النبات ما حصلش اشارة دي احدا من اعتقد ان هذا هو النبات اللي احدا بيستخدم بس بهدوء شوية نحاول نلاحظه مش عايز اقول نفهمه بقى لا نلاحظه وبعد كده نتصور الافكار اللي بتطيرها دي والتجارب والنتائج النتائج اني قد نتيجة ودراست حتى الاسعار الجانبية لها في اي كشف كل دا اتحسم والنتائج موجودة ما ينفعش شيء حد بعدي سنتين يقول الكلام ده صحة والغلط هرد عليه يعمل زيها خد سمكة خد قرنب خد حصان خد معزة يعمل زيها بلاش عشان ما يبهاش كتير عليه حاجة صغيرة بسارية صغيرة ويعملها ويقعد عشرة تيار بلاش يقعد خبسونة يوم وستونة يوم وسنتين وده بدأنا على بسارية صغيرة دي دي اول حاجة بدأ دي بقالها ستمة يوم النهاردة سامكة برجان صغيرة كده بعدين بدلت علينها الموضوع بالصراحة يستحق الاهتمام بقى بلع ما عمل يأكد عليه جامل قوي ويشكره بطواسط بقى ويبدأنا بقطع اللحمة دي زي دي كل دي تجارب إحنا من جاربت بقطع اللحم بقى سنتين زينا قطعة اللحم اندهموا بها اللحم ما حصل راشا اي حد دخلنا بأحجام كبيرة سمك زينا سنتين الأحشاء التفرغى منه وبعد ما يتم سحب الميا من الخليجة بالكامل الأنسجة سليمة زي ماهي الحاجة زي ماهي وهي دي اللي موجودة على نت المادة زي ماهي ومش هتوعد سنة أنا موجود خمس تلاف سنة أنا قاعمة أقول تطرنا نحنط السمكة ونيففه بزي ماهي لأحشاء ونجد السمكة دي موجودة على جوجل دلوقتي ومنشورة على نت هي السمكة دي هم موجودة في الإعلام وليه اللي حصل ضجة كبيرة عليها اني لقيت لنزل خبر بقى بغض صاحب مدلش معا صاحبي ركتي معاها جال نجاح أول عملية تحنيت في التاريخ بالأحشاء هو كتل مفهوم الصحفي لكنه غير ما يقصد قال الميا صح مفيش تمنى عملية تحنيت لسمكة أحشاءها في التاريخ أول مادة لدي السمكة دي خالص اللي هينا في مصر اللي هي ما هي السمكة دي موجودة ونفيش أي تلاف فيها ومش من المبقى سنة لك خمس تلاف سنة موسيقى خاصة الاستبداد من ثلاث شهور حد قال ده حاجات متجفشة طب ما احنا قد من شروع هيا هيا عملنا القرنم ده قبل أربع شهور ونشرناه ده اللي عمل دجرة عالمية الكبد والكلأ والقلب والرئتين سلام تماماً التقريب بيتعمل تحديث دي كل شهر كل شهر بحالته زي ما قالنا بحيوان كامل بلحمه وشيرنا الفارق برأسه زي ماهي عيونه زي ماهي اللحم زي ماهو جلده احنا شرنا دي فقط تقدر تسميها يعني عشان ما بيه تشكيل كتير وما بيهنعيه اهتمام خالص بس عشان يبقوا شايفين اللحم ان ده في لحم والله العظيم ده لحمة وزي ماهو مجرد نزول السورة دي تعالى في الاعلام في موقع كتير الكريمة تعالى هنا وبره اهمها موقع السرسلات وفي واحد موجود عليها عالم محترم اسمه بيونه اندرسون نشر وسائل سؤال وقال ايه بيه جالنا خبر من مصر ان فيه تم تحنيط كذا 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 ونشر الكلام ده وقال دي ماهو قال السور دي سليمة والحاجات دي سليمة مبهاش بوتوشوبي يعني ايه المادة دي اللي تدخل بدون استخدام كيميك كيميك أو تسليط حرارة مبيش كيميك او تسليط حرارة السؤال واضح وصريح مبيش استخدام كيميك مبيش استخدام مبيش تسليط حرارة وتسحبت ازاي المياه من الخليه ده سؤال هو طراح السؤال وهو هو نفس سؤالنا هو منتظر اجابات احنا مش عايزين اجابات لان نملك الاجابة فمش هنطرح السؤال ده هنطرح بالنتيجة نفسها بس عايزة أقول لك على الحية إن موقع السياسي جات في تعمل يوم الباحث وعلم تقريباً أعضاء فيه فيهم 45 عالم وغدين نوبل لا الملايين ولا 45 الموغدين نوبل جوا على السؤال ده حتى حزير اللحظة اللقاء أو الكلام ده كان الباحث طارق حسان عالم الصخور والحفريات عالم كبير حية واللي توصله وهو فريق البحث اللي معاه شيء مهم جداً 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 إحنا طبعاً كان المفروض العالم الكبير طارق حسان يبقى معانا بس أنا لو حضرتكم الكاميرا والساعة أنا قاعد في حلقة الشبر في شبرين فإحنا إن شاء الله إن شاء الله أول حلقة بإذنك يا رب بعد ما إذا كان لنا عمر يعني ويفتد يخلص الدكور وروح للمكان في السوديو حيكون هو موجود معانا إحنا بس حاولنا نعمل تقريب لأننا روح ما كانش قادر يستنى